نرحب بكم مع أعزائنا المشاهدين إلى برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي سنكرس هذه الحلقة لإبراز ما ورد في الجزء الأول من فيلم المستعربون الذي بثت القناة العاشرة الإسرائيلية في إطار سعيها لتبرير جرائم الإغتيال التي نفذتها هذه الوحدة بحق أبناء شعبنا المدنيين منذ تأسيسها مطلع الانتفاضة الأولى ومع ذلك يكشف بعض مجرمي الحرب من أعضاء الوحدة عن عمليات قتلوا خلالها مدنيين أبرياء المستعربون فيلم وثائقي أعده أوري هيلر المراسل العسكري للقناة العاشرة تمحور الجزء الأول منه حول تبرير جرائم اغتيال المدنيين من أبناء شعبنا وفي سياق الفيلم الذي اعتمد على سرد شهادات ثمانية من عناصر وضباط وحدة المستعربين التابعة لجيش الاحتلال يكشف أحد الضباط أن العمليات التي كانوا ينفذونها كانت تهدف إلى الاغتيال وليس الاعتقال فيما اعترف جندي آخر أن 90% من عمليات وحدة المستعربين أدت إلى مقتل الأشخاص المستهدفين ويفاخر أعضاء الوحدة بعدة جرائم اغتيال نفذوها خلال الانتفاضة الأولى كل ما سأقوله لك الآن زوجتي لا تعلم به ولا أحد يعلم تدخل وحدك وتختال شخصا ما اندعت الحاجة نعم لقد انقضت على ثمانمائة شخص وكأنني رامبو كيف تتأكد من قتل شخص ما عبر إطلاق قمس رصاصات في الرأس شخص ما يتوجب أن يتم اغتياله ما هو عدد المخربين الذين أطلقت عليهم النار؟ لم أعدهم أعلم أنني كنت دقيقا جدا هل شاركت بتنفيذ مهمة لاغتيال مطلوب وليس اعتقاله؟ نعم أنت لا تطلق النار من أجل إثارة الخوف أنت تطلق النار من أجل القتل المشكلة أنك تشعر أنك الله فجأة المخرب فتح الباب ووقف أمامي الرجال لدينا أدمغتهم أصابها التلف 90% ماتوا في العمليات هذا يعني أنكم علمتم أنكم غير ذاهبين لتنفيذ عملية اعتقال من الواضح لا شعرت أن مسدسا مصوبا نحو عنقي وضع فوهة المسدس فوق رأسي وأن تتقنع نفسك أن الموت ليس أمرا فضيعا في هذه الحالة تتحول إلى قاتل حتى بعد عشرين عاما وأنا أقف أمامك وأنا أحقق مع نفسي أبكي تركت الدراسة في جيل الخامس أو السادسة عشر وذهبت للعمل في إيلات عازفا على القيثارة وعندما جاء أمر التجنيد ذهبت للجيش وأنا أرتدي الخواتم سألوني ماذا تريد قلت لهم الالتحاق بأكثر الوحدات تخصصا في القتال قالوا لي هل تريد أن تصبح مستعربا فقلت لهم نعم هل كنت تعرف شيئا عن المستعربين وماذا يعني أن تكون مستعربا لا لم يكن دي الكثير من الأفكار حول الأمر متى فهمت ماذا يعني أن تكون مستعربا لحظة الدخول إلى غزة عندما دخلنا إلى الميدان في المرة الأولى دخلنا ونحن نرتدي الزي العسكري ولم نتمكن من إخراج رؤوسنا من نوافذ السيارة لقد قذفوا الجيب بالطوب صديق كان أمامي تعرض لضربة طوب في وجهه ودخلت أسنانه إلى الداخل بعد أن تحطم أمامي تعرض لغازا أمامي تعرض لغازا أمامي تعرض لغازا كان لدينا بيت متنقل كان بوسع كل واحد الدخول والخروج وأخذ ما يريد شهدت عسرة جنود من وحدة ناحل في منتصف مخيم الشاطئ يحاولون إدخال شخص يزن حوالي 200 كيلو في جيب هذه العملية كان يجب أن تستغرق خمسة وان ولكن ذلك استغرق وقتا طويل لقد استغرق ما بين عشر دقائق إلى ربع ساعة فوصلت الجماهير وبدأوا برشق الحجارات وبدأت الفوضى عندما أدركت أنهم لن يخرجوا من هناك وأن تصلوا المكان ترى مصورة CNN يصورك فتضربه أيضا وتكسر له الكاميرا ثم عدنا إلى القاعدة هذه هي الطريقة شتיקה שעוד مما אני הייתי יוצא בחזרה הביתה אחרי שאתה נמצא חודש שם אתה יוצא הביתה ל-24 שעות רכב הוקף אותך ביוקנם אתה מחפש את הנשק לראות בו הכל כבר התגלה דמך ספוג באדמה עברת את הדרך ל-24 שעות ל-24 שעות بذلك لم نتمكن من مواصلة البقاء سويا لم أعاملها بعنف ولكنها خافت مني وأنا أيضا خفت من نفس ל-24 שעות ל-24 שעות ל-24 שעות ל-24 שעות لتلاع الانتفاضة الأولى قرر إيهود باراك قامة وحدات سرية للعمل مستعربين من أجل مستعربين بعد تسريحهم بذلك لأنه كان مقاتلا لقد بدأ بالصراخ عليه وقال ماذا تفعل أنت لا تدرك ماذا تفعل لقد كانت ردة فعل لم أتوقعها ماذا كنت تعرف عن وحدتي قبل أن تأتي إليها لم أعرف شيئا ولم أكن أعرف بوجودها أنا تربيت في بيت متدين وصهيوني وسمعت قصصا على الجيشي وعن الطموح للوصول إلى القمة أخي كان جنديا بوحدة النخبة وأنا أردت أن أذهب إلى أبعد مدى دائما أردت أن أساهم بشكل كبير كنت قد أنضيت عاما بالخدمة العسكرية وقبل ذلك كنت في الكشافة وبالنسبة لي كانت وحدة الدفدوفان مكانا آخر بإمكان المساهمة فيه كان من المهم أن نختار الأشخاص الذين لا يثيرون الانتباه وأشخاص يمتلكون قدرات وشجعان وأيضا قادرين على تقييم الأمور وكان من المهم عدم اختيار أشخاص جاءوا للعمل انطلاقا من دوافع عنصرية وكراهية قبل أي شيء ليس بمقدوره أن يكون متطرفا نحو أي اتجاه يتم اختيار أشخاص لديهم مستوى عال من الأخلاق كان أشخاص مثل هؤلاء وكان للأسف لدينا أشخاص للأسف فعلوا أمورا محضورة وغير ملائمة لجنود جيش الدفاع ومن يرتدي الزي العسكري ماذا فعلوا؟ أحيانا تنفذ إطلاق نار غير مبرر ولم يكن ضروريا أن تقوم بهم وثمن ذلك فقدان حياة بشر وهذه خسارة كبرى تقصد إطلاق نار على أبرياء؟ نعم كانت حالات مثل ذلك هل تعتقد أن ذلك كان نابعا من العنصرية وكراهية الفلسطينيين؟ بشكل قاطع نعم الفكرة بسيطة وهي الوصول متنكرين أحيانا عن طريق لحية صناعية وأحيانا بتقمص هوية إمرأة المسدس يتم إخفاؤه تحت الملابس والانقضاض والانسحاب خلال ثانية واحدة قبل أن تستيقظ كل القرية وقبل أن تشتعل البلدة القديمة غالبا ذلك ينجح ولكن أحيانا هذا ينتهي بتبادل إطلاق النار وجها لوجه لديك غرفة فيها كل العتاد والملابس لارتداء الملابس وارتداء سطرة زاهية وبنطال جميل ولم نكن بحاجة إلى مكياج أكثر من اللازم المظهر الخارجي لغالبيتنا كان يشمل رحية نوعا كيف أصبحت مستعربا لون بشرة وجهك ليس شرق أوسطي ليس من الضرورة أن تكون الشخصيات التي تتقمصها شخصيات مكشوفة قد تكون الشخصية التي تتقمصها امرأة وانا غالبية الشخصيات التي تقمصها كنت أقوم بدور المرأة وعيضا بالإمكان استخدام المكياج وهناك المرأة تثير الشكوك على نحو أقل ولا يوجهون لها أسئلة هناك من المحظور الحديث مع المرأة تقمصنا شخصيات عديدة بعضها مجنونة في عمليات لا يمكن مشاهدة مثلها إلا في الأفلام عندما تكشف أنك لست إمرأة هذا العنصر يدخل الشخص أو المطلوب أو المخرب في صدمة مجنونة فهو لا يصدق أن إمرأة تمتشق من تحت ملابسها بندقية من يعوزر الشاشة بإمكانك تقمص شخصية إمرأة أو عامل عائد من عمله بالإمكان التنكر بصفة سائح بابتداء صليب وحمل كاميرا وارتداء نظارة وقبعة للدخول إلى الكنائس هناك أنت قوى عسكرية تتخمص هوية شخص مدني وتتحرك في المجال المعادي هذا أمر مشوق أنا أحب ذلك كثيرا فكر بذلك لوحدك أنت تأتي فجأة إلى المكان وما ظهرك يبدو مثلهم وهم فجأة يصابون بالصدمة وهذا أمر رائع لأنه لم يتم اكتشافي عندما دخلت وفقد كشفت نفسي للمطلوب أحيانا أتوسل لهم أن يسمحوا لي بالذهاب لجولة وهم لا يسمحون لي هذا يعني يتركني وابحث عن شخص هل بالإمكان المجيء من البيت دون علم أي كلمة باللغة العربية والتحول إلى مسعرب نعم نحن نتعلم كنا نؤدي تقصا دائما في الطاقم كنا نسترخي لمدة ربع ساعة ثم نتقمص الشخصيات ونتبادل بعض الجمل باللغة العربية وثم تتخوف خلال العملية وتختفي اللغة من لسانك هل أحيانا تظاهرت وكأنك شخص معاق عقليا ثم تأمور يخاف منها الفلسطينيون مثل الإعاقة العقلية والجنون وجزء منهم يعتقد أن هذه الأمراض معدية ولذلك يتعدون عنك لم يعلموك العربية علمونا العربية ولكني أتذكر أنهيت النشاط الأولى ولم أكن أعرف أي كلمة ولم أعرف أن أقول كلمة شكرا بالعربية وعندما سألتهم سخروا مني وقالوا لماذا تحتاج إلى هذه الكلمات لديك سلاح وتحدث من خلال السلاح إنها اللغة الأفضل يقولون إن التدريبات جزء منها عنيف طيلة الوقت عنف وعنف قبل المساء كنا نخضع لطابور طلق اللكمات بعضها في رأسك وأحيانا لا تنجح بالتنفس أصبت مرتين خلال قتال الشوارع قالوا لنا اذهبوا إلى طرف القاعة وعلى كل واحد الإصدام بالآخر بأقصى قوة وهكذا أنت ترتطم برفاقك ذات مرة انطلق أحد الرجال لدينا فتمزقت طبلة أذنه وأحدهم تمزق كبده في أحد التدريبات نتيجة الضربات يقول لنا المدرب تخيل إن الشخص الذي يقف أمامك اختصب أمك وأنت تسمع الصرخات انهض وفرغ كل شيء وجهة نظر السائدة كانت هي لكي تواصل تأدية المهام وأنت تتعرض للضرب يجب عليك الاعتياد على طلق الضرب وهذا الأمر يفي بالغرض بعد عشرين عاما ألا يبدو الأمر لك أنه جنون اليوم بعد عشرين عاما يبدو أن كل شيء فعلناه جنون وإن سألتني هل ستعود لتكرار ذلك أقول لك لا ولكن عندما تأخذ ولدا عمره ثمانية عشر عاما لا يدرك الكثير من الأشياء ولا يدرك ماذا يفعل ولا يفهم تداعيات ثم ترسله إذا كان لدينا إنذار حول شخص فإن الكل يغادر ممتشقا سلاحه ومطلقا النار وذلك يكون كتيبة غير رسمية وليس لدينا ملازم أول وليس ثم ترتب عسكرية ولدينا صديق ذهب من القاعدة إلى المنزل ونفذ عملية سطو على محطة وقود ثم عاد إلى الوحدة رفاق أعمارهم ثمانية عشر عاما يرتدون ملابس مدنية وبحوزتهم مسدسات على أحزمتهم ومستوى من الرقابة من جهات ليست عليا هذا كان يبدو كميليشيا أكثر من وحدة عسكرية نظامية في البداية كانت ربما كتائب ضمن ميليشيا ولكن سرعان ما أدركوا في الجيش أنه في مواجهة عصابات الانتفاضة الأولى وخلايا المخربين خصوصا خطوط إنتاج المنتحرين الذين يفجرون حافلات والمقاهي بدأ من سنوات التسعينات ولاحقا إن الضرورة تقتدي وجود نظام وانضباط وعقيدة قتالية خرجوا الوحدات الخاصة تم تعينهم كقادة ونجحوا بتحويل المستعربين لشرطة وتحويل المستعربين إلى رأس الحربة في محاربة الإرهاب العمليات الأولى التي نفذناها في البداية كوحدة مبتدئة استهدفت رشقي الحجرة حتى تم تكليف الوحدة بملفات اختيال ماذا يعني ملفات اختيال؟ هذا يعني مخربين خطيرين الاغتراب منه يعني أن تختاله أو أن يصفي هذا يعني أنكم كنتم تعرفون أنكم لستم ذاهبين لاعتقاله من الواضح هي نعم عماد ناصر قائد الفهد الأسود كان شخصا في غاية القصوة تمت أمور ليس بالإمكان الحديث عنها لقد شهدنا عدد عمليات القتل العنيفة التي نفذها ولقد أفلت من بين أيدينا مرات كثيرة وهذا أوصلنا لمرحلة من الهوص ونحن على مدار شهرين لم نغادر القاعدة إلى منازلنا من أجل وضع اليد عليه لقد وضع الأمر سيطة طاقمي على المحك لقد كان مثل القطة كان لديه أرواح عديدة لقد نجى عدة مرات من الرصاص حصلنا على معلومات استخبارية وعملية التنكر كعراب كانت في تلك العملية ذكية جدا وصلنا إليهم بشكل مفاجئ واستخدمنا شيئا معينا لإخفاء السلاح وعندما رفع القاعد غطاء السلاح وتعطرت فوهة البندوقية والمطلوب تمكن من وضع فوهة مسدسه على رأس القائد وكان أصبع المطلوب على الزناد والثانية الأخيرة أطلق رقم اثنين ناري على المطلوب لن تقول لنا قصص عمليات المستعربين الأخرى التي شاركت بها ثمت أمور ليس داعي لذكرها وهي حتى الآن تؤدي الغرض لماذا نكشف عنها ولماذا نقول لهم وهم سيجاهدون هذا الفيلم بالطبع كان ذلك غادي إزينكوت رئيس الأركان الجديد الذي بلور العقيدة القتالية التي تحمل عنوان M-16 بدل F-16 في جيش الدفاع أدركوا أن القدرة على الوصول إلى المطلوبين في كل مكان وسعبهم من مخابئهم ومواجهتهم وجها لوجه تردعهم أكثر بكثير من قنبلة أخرى تطلقها طائرة من سلاح الجو العمليات الدقيقة للمستعربين أدت انخفاض نسبة المصابين الإسرائيليين وكان له مساهمة أخرى هي انخفاض آخر في عدد المصابين الفلسطينيين الفجاة مخربا في سريره نعم إنه أمر جنوني نجده نائما نكبله ونغلق فمه ونخرج به إلى الخارج وما من أحد يرى وما من أحد يسمع وقد يظل بقية أهل المنزل نائمين العملية التي أتذكرها ذهبنا لإلقاء القبض على مطلوب جاء للمشاركة في عرص أخته وهو شخص بحثنا عنه لوقت طويل وعندما وصلنا لم نجد مكانا لنركنا فيه السيارة شيئا فشيئا بدأ ينكشف أمرنا فهم ينظرون إلينا وإجرينا عدة جولات في المكان ثم قال للقائد انزل وابدأ بالمشي ونحن سنأتي ووجدت نفسي أتمشى لوحدي في البلدة القديمة في نابلس وتحدثت معه عبر جهاز الاتصال فقال لي واصل المشي لم نجد مكانا لركن السيارة وفي لحظة فقدت الاتصال معه فصرت وحدة وفجأة فتح المطلوب بابا ووقف أمامي ولهذا الأمر كان تأثيرا قويا علي فأصبت بالهلع إذن ماذا فعلت؟ امتشقت المسدس وأطلقت النار من أي مسافة؟ عن بعد خمسة أمطار تقريبا بهذا يصل برنامج أضواء على الإعلام الإسرائيلي